درسنا في الجزء اللي فات كل الباثولوجي بتاع الاورام اللوفية ووقفنا على اهم حاجة اللي هي البلاد سبلاي بس اولاد لازم افرق هل هذا البلاد سبلاي جاي من الكابسول like that interstitial fibroid ولا جاي من خلال pedicle like that pedunculated submucous او pedunculated subseries fibroid يفرق في حاجة يا دكتور محمد دعنا نشوف الكابسول شايف البلاد فلو ماشي ازاي جاي خارم زي الاسهم بالمنظر ده فده خلى اقل بلاد سبلاي موجود في السنتر في النص واكتر بلاد سبلاي موجود على البريفري الحاجة دي هتعمل لنا غيرات secondary changes في الفيبرويد لطيفة جدا بنسميها degeneration ايه ال degeneration اللي يحصل؟ السنتر هناك منه مش وصل لبلاد فلو هيبتدي انهار ويتحول الى structureless myxomatous material بنسميها highline degeneration وهذه المaterial ممكن تنهار اكتر واكتر لدرجة انه تتحول الى مية وتفاجأ ان هذا الفيبرويد بقى بدلما كان solid tumor سبحان الله بقى cyst وحواليه كابسول من الفيبرستيشو لكن بما ان هذه كابسول كانت سودو كابسول يبقى هنسمي النوع ده من ال degeneration اسمه pseudo cystic degeneration قبل بريفري يا دكتور محمد it's much more vascular طب ايه مشكلة الاوعيات الدموية؟ شايف اي وعاء دمه في الجسم بيمشي فيه البلاد فلو لفترة يبتدي البلاد فلو يختارك الانتما ويبتدي المواد اللي جوه الدم واشهرها الفات cells او الكوليسترول تبتدي تظهر وهكذا يبتدي يظهر الوان صفرة على الفيبرويد على البريفري ونسميها fatty change هذه الفاتس they are very irritant عشان كده الجسم يحاول يحط حواليهم طبقة اسمنتية علشان يحد الكبران بتاعهم طبقة منين من الكالسيوم ويبتدي يحصل كالسيفيكيشن بس شايف عشان يحصل cystic change لازم يحصل اول highline degeneration عشان يحصل كالسيفيكيشن لازم يحصل اول fatty change بالمناسبة ده كده الشرح بتاع الاثرومة فاكرين الدرس بتاع الاثرسكولروزيز الاثرومة ازاي بتتكون طب وايه فايدة ان يبتدي يحصل كالسيفيكيشن كده زمان ما كانش فيه ultra sound ما كانوش بيشخصه غير بال x-ray علشان كده كانوا بيسموه الحجرة اللي ستون بتاعت الرحم womb stone ويبان ادي الفايبرويد اهو يترصب الكالسيفيكيشن كده يسموه زي اشرة البيضة egg shell appearance او يبقى زي الاشرة بتاعت البصلة اكملناها layers يسموه onion shell appearance خدوا بالكوا طبعا كلنا دلوقتي بقينا معتمدين على ال ultra sound بالاساس بس ده سؤال في الشاف ومشهور قوي عن فايدة ال x-ray في الجاينة ساعتها اقوله بقى اما 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 الايو دي بيعمل perfuration بنشوفه ازاي واما بعض الانواع في الاوفري زي ال epithelial tumors الساموما bodies لو تفتكروا والدرمايد السنة اللي بتظهر وقادي الفايبرويد اما بيحصل عليه calcification بس ده يغير ال consistency اللي هو confirm حيبقى hard نتيجة لهذه الترصبات من الكالسيم هذه التغيرات اللي بتحصل needs time علشان كده بتحصل مع المنوبوز او pre-menopausal تقريبا وساعاتها تلاقي المريضة بتشتكي من حاجة غريبة وتقولك دكتور انا عندي dull aching pain هو بيبقى ناتج عن هذه التغيرات secondary اللي بتحصل وتعمل لنا مشكلة ما نيجي بقى نستقص للورم اللوفي احنا مش منتظرين microscopic picture من pathology لا ده انا بشخصه بسهولة بوجود worldly appearance واخد بالك ان ال degeneration دي هتعمل لنا losing classical worldly appearance بتاعنا طيب كل ده لو بتكلم blood flow من الكابسول طب افرض حاجة لها medical بالمنظر ده blood flow هيبقى ماشي ازاي هيبقى ماشي كده طب كده يا دكتور هنا كان قل حاجة فيها blood flow كان هي center هنا قل حاجة فيها blood flow هي مين برافو عليكم التب طب وهكذا التب حيبتدي يحصل الله ايه يحصل الله الغالسوريشن مش وصلها blood flow سواء ليه sub mucos او sub cirrus شوف تعالوا ندرس هنا sub mucos ايه لا يحصل الله اما يحصل الله الغالسوريشن يحصل الله secondary inflammation اهيه بقت عرضة ان يجي لها microbes من تحت من الفاجينا ويبتدي الست تشتكي من discharge infected discharge رحته وحشة مش بس كده ده يبتدي البلد العادي بتاع الفيبرويد ان الناس تشتكي من heavy menstrual bleeding يعني ايه يعني يوم الحنفية اللي هي يعني ايمين البلد اللي في الرحم ادي بحاول ارسم حنفية تفتح البلد هتفتح الايام بتاعت الدورة لكن هل ممكن الفيبرويد يعمل bleeding طول الوقت برافا عليك لو التيب عندي ulcerated like that وساعات هيتحول الباترن وبليدن هيبقى اسمه مترو راجيا عشان كده ياولاد ما حد الشيء زعب مننا بقى في الشافوي اما اقوله ازاي تشخص من الهيستري ان عندك سب ميوكس فيبرويد اقوله اه حضرتك انت قلتلي خلاص دي المست سيمتوماتيك كوليك رهيب واكتر واحدة عندها bleeding ده مش كده وبس يا دكتور الشخص عشان العيانة بتشتك من اللي لا يحترم المعاد بتاع الدور برافا عليك ياولاد طب واستفدت ايه كمان من ال ال انا كل ده بتكلم هي طبعا ليوصلها من برا بسهولة والعلمة واحدة زي دي مدلدلة للخارج ده ممكن يحصلها جانجرين وتقع لوحدها وده كان بيحصل زمان طبعا دلوقتي بقى فيه دا كترة وكشفات وكده انما تخيل انا شفت بعيني عيانة عندها مرمي في الفاجينا و جانجرين اما البقى دكتور السيرس ده اللي بيحصل له بيحصل له نوع من انواع اسمه تورشن جاية من كلمة تورك انه يلف حوالين نفسه انت بس هاتلي اي فيبرويد مؤهل اديني شوية هاتلي فيبرويد يبقى اسمه يعني ايه دكتور يعني حر موجود في كافت كبيرة اسمها يا سلام ومفيش حواليه اي التساقات وخلي يبقى له وخلي الحجم بتاعه يبقى متوسط لهو يبقى صغير اوي فمش فيش حاجة هتخلي يلف ولا يبقى كبير اوي فيبقى مزنوق في مكانه طب وبعدين بعد اما جيب لك كل الكلام ده اديني بس حاجة بسيطة تخلي يلف درجة او درجتين بس يعني ايه دكتور اديني مثلا الزوج يعمل relationship او انت كدكتور تعمل pv او هي مثلا ابنها صغير خبط على بطنها يعصى ترومة خارجية بسيطة مجرد الدرجة او الدرجتين اللفة دي هتعملين حاجة غريبة قوي هتدخلنا في من ازاي يا دكتور فاكر هادي اللي اللي ماشى من خلال المش بالطول اهي ماش لكن ده ام ملف بالمنظر ده خلى هذا البلات فلو يلف هو كمان البلات فلو ده بنسميه Lashing effect Lashing يعني يعني كورباج فالبلات فلو هنا اختلف بقى لافف فده هيخلى الفايبرويد تلف كمان درجة درجتين واما الفايبرويد يلف درجة ونخش في في فيش السايكل لا نهائي اخرتها قطع البلات فلو تماما عن هذا الفايبرويد ويحصل له جنجرين وينتهي تماما والعيانة ساعتها تشتكب ايه بقى اكيوت ابدو من رهيب غير طبيعي طب طالما انت قلت اكيوت هل الجنجرين هل التورشن ممكن يبقى كرونيك طبع لو حصل الفايبرويد في التيشوز اللي حواليه وياخد منها بلات فلو مثلا اشهر التيشو هو الامانتم ينفصل تماما عن السفينة الام عن الرحم ويلزق في الامانتم طبعا لايمكن الامانتم يعرف يغزيه زي الفايبرويد هينهار مع الوقت وهكذا ده بنسميه ده برازيتك فيبرويد بس انا استفدت من ايه من هذه الكمبليكيشن اللي اسمها تورشن استفدت من هذه اللففانات انا اقدر اتخلص ازاي من الفايبرويد وانا بعمل بولوبيكتومي ده منطقة البساطة انا همسك البوليب ده وافضل لفها كذا مرة عمري ما انتشها وشدها خالص ده مجرد ما تلفها البلاد فاسلز اللي موجودة هنا هي هيحصل لها تورشن اللي بيحصل هنا وهتلاقي هذا الورم اللي فوقع في ايدك برا من غير ولا نقطة دم واحدة ولا محتاج كوتوريزيشن ولا تاخد غرز ولا اي حاجة دكتور هو احنا فجأة دخلنا الايه فجأة ابتدينا ندرس حاجة اسمها كومبليكيشنز او ساكندري باثولوجي ساكندري باثولوجي اه ما هو الفايبرويد هو المين باثولوجي وهذا المين باثولوجي فجأت انه حصله ديجينريشن او تورشن او انفلاميشن او ماليجنان شينش اربع حاجات بس استنوا بقى قبل ما ندرسهم اوريك او تعالوا نجمع مع بعض الحكمة الالهية والنتشرال هستري كيف ان ربك سبحانه وتعالى وتعالى كما جاب عندي الفايبرويد للستات تخلصنا منه مع الزمن نمرة واحد ايه اللي حصل فايبراستيشو اتلمت نمرة اتنين اتطرد هنا للخارج او اتطرد هنا للداخل نمرة تلاتة اتقطع عنه البلاد فلو في النص فابتدى يبقى عامل زي كيس المميمي وابتدى يشرنج نمرة اربعة ده ممكن يحصل حواليه من برة اللي تبقى زي الجدار الخرصاني اللي يحده من ان هو يكبر اكتر من كده نمرة خمسة حصل وحصل له جنجرين ووقع لبرة نمرة ستة ده لزق كمان فيه حاجة جنبيه وبقى برزيتك وبعد عنه قولوا كلنا مع بعض سبحان الله طيب السؤال بقى دلوقتي ايه هي اشهر من الاربعة تشينجز اللي بتحصل على الفايبرود دي والاجابة هي الهايلاين او الميكزوميتس تشينج خد بالك يا ولاد الاسئلة دي طبعا بتسيل في الامس يعني يا دكتور هما كام دي جنريشن بالزبط هما ستة دي جنريشن اتنين في الوسط واتنين على البريفري واتنين اخرين واحدة في الحمل واحدة بعد الحمل شفت انا حفظها ازاي ستة دي جنريشن اتنين في السنتر اتنين بريفري اتنين ليهم علاقة بالحمل اللي في الحمل يا دكتور حاجة مشهورة اسمها رادي جنريشن ايه اللي هيحصل بعد الحمل هيحصل اتروفي بعد اما الهرمونات بتاعت الحمل المغدية مطروحة يعني ايه بقى يا دكتور رادي جنريشن بالزبط اللي بيحصل ان الحمل ده في عندي بيبي موجود هنا طب البيبي ده عايز ايه دكتور عايز بلاد سبلاي كتير عايز بلاد سبلاي كتير فبيحصل حاجتين فيهم تضاد واحد بيزيد البلاد سبلاي واثنين ربك سبحانه وتعالى بنحذر من ان يحصل نزيف ما بعد الولادة اكبر سبب للمتيرنل مورتالي تريد في العالم بوسبارتم هامريج علشان كده الكواجليشن سيستم بيزيد بلاد فلو زيد وفي نفس الوقت الكواجليشن بيزيد فاحيانا بيحصل نتيجة الهايبر كواجليشن ويحصل الانجورجمنت العنيف اللي بيبقى في الاوعية الدموية شوية بلاد بيهربوا بيرتشحوا البرة ويبتدوا يلونوا الدنيا باللون الاحمر الاربسيس دي هتتكسر ويطلع منها ليبويت توكسن وهذا الليبويت توكسن هو اللي مسؤول عن البين الشديد اللي هيحصل وخدوا بالكم ما يحصل فيها انترن الهيمورج الحجم بتاعها هيزيد فهتشد على البريتونيوم فهتديلك منظر قريب من الأكيوت أبدومن والشد على البريتونيوم ده هيعمل شديد وبرضو الارياز في هيمورج النكروز اللي بتحصل دي التوكسن اللي بتطلع هتعمل هذا الموضوع اما بيحصل وانشخصه كلينيكيا في الحامل العينين بيجوا طوارئ في المستشفى أكيوت أبدومن والعلاج هو لا مش هنعمل جراحة يا ولاد الدنيا بتبقى مرعبة إنك تخش بالمشارة هنا شيء صعب جدا قاعدة ممنوع التدخل في الأورام اللوفية أثناء الحامل حتى لو جالها ردش حتى لو حصل ردش المانجمنت بالأساس is conservative عندي بين هدي انالجيسك فيه فامتنج هدي انتي اماتيكس وحط محليل فيه فيفر هدي انتي بايراتيكس ممكن قدي كورتيكو سترويد علشان تسيطر تفضل محجوزة في المستشفى الهوستل لغاية تم هذا هذا اللي حصل حتشفي منه دكتور هو الكلام ده ممكن يحصل منه ياس عش كده يسموا الـ red generation ده اسم تاني غريب أيها أولاد بصوا يسموا ايه نكرو بيوزز نكرو ايه دكتور نكرو يعني وفاء موات بيوزز جاية من بيولوجي يعني هي لها معنيين المعنى الاول ان فيه هنا نكروزز وفي نفس الوقت فيه بيبي يعيش هنا بيوزز يعني حياة والمعنى التاني واللي انا ما ييله اكتر ان بعد ما حصل اسكيميا ونيكروزز وهمرج الكلام ده بيحصل له وكمبليت ويعني بمعنى اخر ان حصل الفايبرويد عارف يرجع نفسه الاصل بعد كده شكده اسمها يعني عمرنا ما بنعمل جراحة عمري ما شفتها الصراحة في 30 سنة فاتوا لكن مذكور في الكتب ان لو الامور وساعتها ما تفتح ما يغرقش نفسك بقى وتشيل ده وتشيل ده وتشيل ده وتشيل شيل فقط الحاجة المصابة وربنا يسرع النزيف وحضر الدم معك طب يا دكتور هي حاجة خاصة وبالمناسبة هي حاجة ندرة احسن تفتكروا انها بتحصل كتير وبتحصل في الاساس في المد في الثلاث شهور اللي في النص طبعا هي يا دكتور اتروفي بعد الحمل ما احنا عارفين يا ولاد ان الهرمونات في الحمل كتير فاكيد الورم اللوف هيكبر شوية انما بعد الولادة هنلاقي حاجمها يصغر فاحنا بنتمن المرضى بتوعنا ونقول لهم تابعوا بس التيومر اللي انت شايفها 6 سنط في 6 سنط ان شاء الله هيبقى 2 في 2 سنط والستة تقول لك يا دكتور كان نفسي تديني كلمة ان هو هيختفي خالص والله هو على فكرة هو يحصل له اتروفي بس امتى بقى بالاساس بعد المنوبوز بوست منوبوزل ما فيش هرمونات اصلا ما فيش الانفيرومنت اللي بتعيش الورم اللوفي عشان كده نقول للستات اللي قرب المنوبوز say مثلا 49 years وعندها فيبرويد اسبوري اسبوري سنتين تلاتة وبإذن الله الورم اللوفي تقول لها هيختفي لا لا بص الكلمة دي مش دقيقة never complete atrophy هو بس هي shrink in size انها ما فيش حاجة اسمها هيختفي وبالمناسبة كل قاعدة لها استثناءات ده ممكن ما يختفيش لو كان حصل له ايه اول استثناء classification هيختفي ازاي اسمنت او مش هيختفي لو اعملتي هرمون ريبليسمان اخدتي هرمون ريبليسمان ثرب او مش هيختفي لو حصل ماليجنان شينج وبكده يا ولاد احنا خلصنا كل الانواع بتاعت الديجنريشن وخلصنا القصة بتاعت التورشن بنوعيها اكيوت او كرونك وخلصنا الانفلاميشن انها يحصل للتيب واكيد دول الاقرب للارجنزم عشان كده الساب ميوكس اكتر يتبقى لي بس الماليجنان شينج دي اللي انا قلتلك ان هي ندرة يعني لو جيت سألتك بردو سؤال في الشفوي لو فيه association للفايبرويد مع الماليجنان تفتكر مين اكتر هيبقى الاكتر ان اشوف ليوميس ساركوما ولا ان شور طبعا الاجابة الاصحة هي association of endometrial carcinoma هتبقى اكتر من ان يحصل ليوميس ساركوما لو انا هعمل هستريكتومي علشان غالبا هيبقى هو ده السبب مش ده السبب دي قصة ندرة جدا 0.05 0.28 زي ما احنا عارفين واشوك فيها امتى اشوك مما يحصل rapid growth بالذات وان ما فيش هرمونات مغزية post-monopausal واشوك تاني ما التيومر يبقى painful وفكسد لكن بين وبينك عمرك ما هتتأكد غير ما تاخد histopathology وساعتها هتشوف بعينك ان التيومر ده بقى very very soft مهلبية like jelly like brain like من كتر الفسكولاريت اللي فيه ساركوما يا ولاد ساركوما is extremely vascular فبالتالي is extremely soft وهتتأكد انك هتلاقي ان فيه mytotic figures كتير تحت الhigh power field اكتر من عشرة mytotic figure pair high power field وبكده برضو بقى عندي هنا استثناء تاني ايه هو ان الورم اللي فيه بالاساس اخباره ايه فرما يا دكتور علشان ال fiber tissue الكتير اده طب وامتى يبقى hard لو فيه classification طب السؤال بقى امتى يبقى soft برافو عليك يبقى soft لو فيه malignancy يبقى soft يبقى بنسميه brain like يبقى soft لو فيه degeneration highline او pseudo maxometus يبقى soft لو associating pregnancy علشان vascularity خدو بالك يا ولاد من كمية الاسئلة الشفوي بس كلها لذيذة لو عندي مشكلة في الحملة تبقى اسمها ايه طب لو بعد المنوبوز هيختفي مين مش هيختفي طب امتى يبقى soft طب ايه هي انواع التورشن دكتور هو احنا ليه بندرس كل complication ما احنا درسنا من pathology خلاص ليه بندرس secondary pathology سؤال كويس علشان هو ده اللي هيبين اللي clinical presentations اللي احنا هنشوف ها دلوقتي اشتركوا في القناة